نظام بكفاءة عالية يؤدي دوره في إيصال الدواء للخلايا المسرطنة دون أي آثار سلبية هذا ما صنعته سلطان العيسى طالبة الصف الثالث ثانوي وباحثة في علم النانو أنا طالبة سلطان العيسى بالصف الثالث ثانوي من مدارس البسام الأهلية بالمنطقة الشرقية أحب أصنف نفسي كباحثة في علم النانو مادسن طبعاً أنا مشروعي هذه السنة في إبداع هو تصميم وتوصيف نظام فعال لتوصيل دواء التموكسفين التموكسفين هو علاج هرموني لمضى سلطان الثدي بس طبعاً له أضغار جانبية بحيث أنه يأثر على الخلايا الطبيعية في جسم الإنسان وهو يوصل للجسم في المطقة التي فيها الخلايا السلطانية يأثر على الخلايا العادية الحل اللي أنا سويته أن أنا سويت نظام فعال يوصل هذا الدواء للمكان اللي فيه السلطان بطريقة فعالة والمميزات في هذا البحث أنه يكون منخفض التكلفة بطريقة اللي مسوى فيها جداً سهلة التصنيع في المستقبل وقابلة للتطبيق سريرياً وليش أنا اخترت بالضبط مشكلة دواء التموكسفين لأنه هو علاج مرة فعال لكن له أضغار جانبية فليش ما أحنا نحل هذه الأضغار الجانبية عشان يصير يستخدم بشكل أكبر وما يأثر على الجسم الفئة المستهدفة من البحث حقي هي مرضى السرطان اللي يكون عندهم زي ما يقولون أنه يقدرون يأخذون العلاج الهرموني فأنا قاعدة أستهدف هذه الفئة اللي تأخذ العلاج الهرموني أنه يكون النظام توصيل فعال أكثر ولا يضرر في الجسم ويكون طبعاً أسرع ومتوجه للتركيز حقه في المكان اللي فيه الخلايا السرطانية طبعاً أنا مو هذه السنتي الأولى في إبداع شاركت السنة اللي فاتت في إبداع 2021 والحمد لله حققت إنجاز كبير حصلت على جائزة خاصة دولية وأيضاً على جائزة كبرى في إبداع وكنت جزء من منتخب المملكة في آيسف والحمد لله أنا أطمح هذه السنة أن أحقق إنجاز أكبر الوطني احتضان وتبني برنامج موهبة لسلطانة منذ الصغر كانت دافعة والحافظ لوصولها لمراحل متقدمة وبدت قصتي من لما كنت في ثالث ابتدائي لما خذتني موهبة من لما كنت صغيرة وبدت تنمي مواهبي ومهاراتي من جميع النواحي غير إنه كان في علم الطب وهذه الأشياء قصرت يعني عندي مهارات كثيرة في البحث العلمي بشكل عام طبعاً هذا الفضل كله يرجع الموهبة بالأساس كيف إنها عطتنا ورشات كثيرة مرة من لما كنا صغر عشان نوصل لهذه المرحلة في هذا السن الصغير أكبروا داعمين لي في مسيرتي كباحثة موهبة وأهلي لو إيش ما أتكلم ما أقدر أوصف قد إيش كانوا داعمين لي مو بس كأهل كأصدقاء ككثير أشياء كانوا في كل المراحل معي طبعاً من ناحية أهلي عندهم الإبداع والموهبة شيء أساسي كانوا ينمونا منذ الصغر فينا كلنا في أخواني طبعاً أنا أصغر واحدة في البيت بس كنت أشوف كيف أخواني الكبار وخواتي دائماً يبحثون عن موهبتهم في أكثر من شيء دائماً يلقون وين الشغف حقهم موجود ألا يقال أن التجربة خير برهان كانت تجارب سلطانة العديدة طريقها في وصولها واكتشافها لشغفها طبعاً أنا قبل تقريباً ثلاثة سنين كان عندي مشكلة أن أنا ما أعرف وين الشغف حقي أبدع في كثير أشياء بس ما ألاقي أنا الحب والشغف بأي مجال اللي سويته أن أنا جربت كل شيء ألاقي نفسي فيه مبداع لين ما لقيت الإبداع والشغف في مكان واحد يجازم الواحد يشوف هو إيش اللي يهمه في الحياة إيش هدفه في المستقبل عشان يقدر يحدد إيش الشغف حقك إيش الشي اللي تبي تحققه إيش القضية اللي أنت تبي تحلها وتخلي نفسك فيها كل حياتك فهذا الخطوة الأولى أنك أنت تعرف موهبتك وين الفائزون الطالبة سلطان عمر بن سعد العيسى من إدارة تعليم الشرقية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة